اشتركوا في القناة السؤال الأول اصحح الفعل ثم اكتب المصدر المؤول من أن والفعل إذن عندناها الجملة هذه سنحاول نصح الفعل فيها وهو بين قوسين سنكتب المصدر المؤول من أن والفعل إذن أن تستمتعني بمشاهدة مسرحية خير لكما من أن تلعبني لعبة إلكترونية عنيفة إذن صحيح الفعل بلاث أن تستمتعني سنقول أن تستمتع أن تستمتع بمشاهدة مسرحية خير لكما من أن تلعب سنقول أن تلعب ليس أن تلعباني أن تلعب نصحيح بالفعل قلنا أن تستمتعني مفرد نقول أن تستمتع أن تلعبا أن تلعباني سنقول أن تلعبا ثم أكتب المصدر المؤول من أن والفعل إذن أحاول أن تكتب المصدر تستمتعني أو تستمتع المصدر هنا أو المصدر هو السمتاع ما بخصوص تلعب أي لعب إذن سنقول في الجملة الاستمتاع بمشاهدة مسرحية خير لكما من لعب لعبة إلكترونية عنيفة إذن الاستمتاع بمشاهدة مسرحية خير لكما من لعب لعبة إلكترونية عنيفة إذن ألس سمتاع بمشاهدة مسرحية خير لكما من لعب لعبة إلكترونية عليفة السؤال الموالي أملأ الجدولة بالمطلوب إذن لدينا الجدول هذا إذن نحاول أن نعمره بما هو مطلوب لاحظوا معي الجدول إذن لدينا الفعل المضارع يكتبون لم تلعبي تذهباني لن تخرجه إذن نحاول أن نستخرجه الضمير المتاصل والحالة الإعرابية مرفوع ومنصوب بي ومجزوم بي إذن يكتبون الضمير المتاصل عندنا الواو والنون مرفوع بالواو منصوب بالفتحة مجزوم بي يكتب بالسكون لم تلعبي الضمير المتاصل الياء مرفوع بالفتحة منصوب بالياء مجزوم بالسكون تذهباني الضمير المتاصل الألف والنون مرفوع بالألف منصوب بالكسرة النائبة يعني الفتحة مجزوم بالسكون لن تخرجوا الضمير المتاصل الواو والياء أو الألف مرفوع بالواو منصوب بالألف ومجزوم بي نن السؤال الخامس أقرأوا الطرفة وأجيب إذن أو عفوا السؤال الرابع عندنا الإعراب الممثلات والممثلون جميعهم يتمرنون على الأدوار بجدية إلا اثنين إذن سأعرف الممثلات عندنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم والعطف الممثلون اسم معطوف تابع للمعطوف عليه في رفعه جميعهم توكيد معنوي تابع للمؤكد في رفعه وهو مضاف يتمرنون أو هم عفوا ضمير متصل مبني في محل جار المضاف إليه يتمرنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفعه الفاعل على حرف جر الأدوار اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره بحرف جر جدية اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره إلا آدات ستنى اثنين مستثنى منصوب وعلامة نصبه لأنه ملحق بالمثنى والجملة الفعلية في محل خبر مبتدأ الممثلات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الممثلون اسم معطوف تابع للمعطوف عليه في رفعه جميعهم توكيد معنوي تابع للمؤكد في رفعه وهو مضاف هم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه يتمرنون في المضارع مرفوع بثبوط النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة دمير متصل مبني في محل رفع فاعل على حرف جر الأدوار بحرف جدية إلا إلى أداة ستنى اثنين مستثنى منصوب وعلامة نصبه ليا لأنه ملحق بالمثنى والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبسعد دندزوا إلى السؤال الموالي أقرأ الطرفة وأجيب قدم رجل على زياد فقال إن أبونا مات وأخينا وثبع لما لأبانا فضيعه فقال زياد الذي ضيعته من لسانك أذر عليك مما ضيعه أخوك من مالك إذن السؤال هو ما معنى ضيعته من لسانك إذن ما معنى ضيعته من لسانك في هذه الطرفة إذن معنى ضيعته في لسانك أي لحنت أو أخطأت فيه إذن السؤال الأول قلنا معنى ضيعته من لسانك أي لحنت وأخطأت فيه ماذا يقصد زياد بكلامه إذن يقصد زياد بكلامه أن ما ارتكبه هذا الرجل من أخطاء لغوية أفدح مما ضيعه أخوه من مال أخطاء لغوية زياد بكلامه أن مر ما ارتكبه هذا الرجل آآ ما ارتكبه هذا الرجل من أخطاء لغوية أفدح مما ضيعه أخوه من مال إذن قلنا يقصد زياد بكلامه أن ما ارتكبه هذا الرجل من أخطاء لغوية أفدح مما ضيعه أخوه من مال أعيد ما قاله الرجل مصححا ما لحنا فيه إذن كإعادة لشنو قال الرجل إن أبانا مات وأخونا وثب على ما لأبينا فضيعه إذن هذا الجملة جملة هنا مكتب فيها إن أبوانا أو أبونا عفوا مات وأخينا وثب على ما لأبينا فضيعه وتصحيح إذن قلنا إن أبانا مات وأخونا وثب على ما لأبينا فضيعه ندزو لأقرأ وأجيب الحصة الثانية إذن نقرأ هذا النص صغير مهرج غريب كان شكله من الأعلى يشبه كافة المهرجين بلباسهم الأحمر المرقعي وبوجوههم المطلية بالمساحيق البيضائي وأنوفهم الحمراء أو الحمراء عفوا وأفواههم الواسعة والضاحكة لكن قسمة الأسفل كان مختلفا تماما عن أي كائن عادي كان أشبه بحصادة سرواله الأحمر يشبه سراويل المهرجين لكنه بثمانية أقدام بدلا من قدمين اثنتين يجرها بسهولة وسرعة مما أثار استغراب الجميع اجتمع أطفال القرية حوله يدفعهم الفضول لاستكشاف هذا الكائن الغريبي لكن لا أحد منهم تجرأ على الاقتراب منه وهو لم يوزع عروضا ممتعة كان فقط يبتسم في وجه الأطفال برطفين كان ده واحد نص صغير نطلب مننا استخرج من النص جملة تتكون مما يلي جملة تكون من ناسخ فعلي واسمه كذلك وجاره مزرور وخبره وجملة فعلية ده المطلب مننا نقوله هاد ونسخرج من النص هاد الجملة ده نلاحظوا معايا كان شكله من الأعلى يشبه كافة المتفرجين ده نادي جملة فيها ناسخ فعلي واسمه جاره مزرور وكذلك خبره وجملة فعلية ناسخ فعلي هو كان اسمه شكله جاره مزرور من الأعلى خبره يشبه عفوا كافة المتفرجين يشبه كافة المتفرجين جملة فعلية السؤال الموالي عفوا أعيد كتابة الفقرة الأخيرة ما أجعل أفعالها المجزومة بلم متبتة وعيدوا كتابة الفقرة الأخيرة من مع جاري الأفعال المجزومة بلم متبتة أي سنحاول نكتبه الفقرة الأخيرة ونردوها تابيتا إذا بلم نحاول بلم نكتبه الفقرة الأخيرة لاحظوا معي سنحاول نصحح الأفعال المجزومة بلم متبتة إذن يجتمع الأطفال القريح حوله يدفع ملف الكائن الغريب لا لأحد منهم تجر على اقتراب منه وهو لم يوزع كان فقط يبتسم ويبتسم في وجه الأطفال بلوتفين نصح دانانتما لاحظوا معي اجتمع أطفال القريح حوله يدفعهم الفضول لاستكشاف هذا الكائن الغريبي لكن لا أحد منهم تجر على الاقتراب منه وهو يوزع عروض الممتعة ويبتسم في وجه الأطفال بلوتفين دان أعزائي الكرام أعزائي الكريم متابعي قناة ايكو الشاهد لك ندول الفيديو اليوم تطبيقات من الفتراك بصفحة رقم 2111 من كتاب اللغة العربية كتابي في اللغة العربية له الساو السادس من التعليم الابتدائي إذن كمنانكم تكونوا تصفتوا معنا في الفيديو هداء إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله اشتركوا في رعيات الله ومع السلامة اشتركوا في القناة